باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الكلمة لسيد الرئيسة عائشة البلق سيد الرئيس السادة الوزراء السيدين وزيرين السيدات والسادة النواب يشرفني أن أساهم باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 والذي تفضل بتقديمه السيد الرئيس الأول للمجلس أمام عضوات وأعضاء البرلمان بغرفته تطبيقاً للمضمون الدستوري الذي يحرص على تنظيم العلاقة بين المؤسسات الدستورية وعلى رأسها العلاقة المتميزة بين المجلس الأعلى للحسابات ومجلسنا الموقر على أمل أن يمتد هذا التعاون إلى كل مؤسسات الحكامة وهي مناسبة نقف فيها على المجهودات المبدولة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في تفكيك منظومة تدبير المالية العامة ومدى عكاسها على ربح رهان النجاعة والحكامة في تدبير المالية العمومية ببلادنا مناسبة ندعو فيها أيضاً المجلس الأعلى للحسابات إلى توسيع مهامه الرقابية لتشمل مختلف أوجه صرف المال العام لكل القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وفق خطة رقابية ومنهجية واضحة المعالم إن الخلاصات الواردة في هذا التقرير تعطينا تشخيصاً عن الجوانب الأساسية لتطوير المالية العمومية والتدبير التي اتخذتها الحكومة في مجالات أساسية من قبيل المديونية العمومية وتقليص عجز الميزانية وديمومة أنظمة التقاعد وتحديث الإدارة والصحة والفلاحة والتعليم والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية السيد الرئيس إن المعطى الجوهري الأول الذي يمكن استخلاصه هو أن هناك مجهودات كبيرة بُدلت من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني عبر اتخاذ رزمة من الإجراءات والتحفيزات إلا أنها لم تكن أحياناً موفقة وتؤدي إلى النتائج المتوخات بحيث أننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سجلنا وهذا معطى كنا ولا نزال نتيره بحرص شديد أن نتحسن المؤشرات الاقتصادية والمجهودات المالية لا تنعكس بالضرورة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيش اليومي رغم تعدد البرامج الاجتماعية والأغلفة المالية المرصودة لها فكما جاء في التقرير فإن الوضعيات المالية والتدبيرية للعديد من القطاعات الحيوية والمؤسسات العمومية والمخططات الاستراتيجية تعرف عدة نقائص واختلالات ولم تسجل التحسن المنتظر منها ومن القطاعات التي نالت نصيبها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات كما في باقي التقارير السابقة قطاع الصحة الذي على غرار باقي القطاعات الاجتماعية الأخرى يعاني أكيد من مجموعة من الاختلالات ولكن للإجابة على أسئلة الحكامة وتوفير الخدمات الصحية وحسن تدبيرها وضمان الولوجية إليها ومدى جودتها ألم يكن من الأفيد أن يفيدنا التقرير بمدى قدرة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع للاستجابة لحجم الطلب المتزايد وتدارك النقائص والخصاص المتراكم لسنوات بل لعقود من الزمن السيد الرئيس وبالنظر إلى الإمكانية المالية المهمة التي ترصد منذ سنوات لتمويل استراتيجيات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر والمخطط الأزرق ومخطط التسريع الصناعي وغيرها من المخططات بغية تقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الداخلي وتعزيز تموقع المغرب في الأسواق الداخلية ألم يحن الوقت إلى إجراء تقييم شامل موضوعي وهادئ لكل هذه المخططات خاصة مخطط المغرب الأخضر باعتباره استنفذ العمر الافتراضي للتقييم أكيد سيتم خلال هذا التقييم ترصيد المكتسبات المحققة نتيجة تراكم عمل وسياسات حكومات متعاقبة على امتداد عقود ومنذ الإصلاح الزراعي في الستينيات من القرن الماضي فيما كان يسمى آنذاك بالتورة الخضراء والتي كان هدفها تأمين الأمن الغدائي إلى حين اعتماد المخطط الأخضر ولكن أكيد ترصيد هذه المكتسبات ولكن أساسا سيقدم مخرجات لمعالجة التباين الصارح بين دعامتي هذا المخطط السيد الرئيس أعطى المجلس الأعلى للحسابات أهمية خاصة كذلك لقطاع التعليم ورصد مختلف الاختلالات البنيوية التي تعق التطور نحو الإصلاح الحقيقي وعلاقة بذلك وكما ورد في التقرير عاق غياب المعلومات الدقيقة والمضبوط حول البرنامج الاستعجالي استكمال مهمة تقييم هذا البرنامج الذي رصدت له أموال طائلة واكتفى المجلس باستخراج بعض الخلاصات الواردة في التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2008 والذي خلص إلى غياب الرؤية المؤطرة وهو ما أفقد بلادنا إمكانية هامة وفوت عليها فرصة الخروج من دوامة إصلاح الإصلاح السيد الرئيس لقد بادرت الحكومة إلى إصلاح عنظمة التقاعد بشكل جزئي واتخذت مجموعة من التدابير لكنها أبانت عن محدوديتها وفي هذا الصدد وانطلاقا من أن الهاجز الاجتماعي لا نبغي أن يكون المحدد الأساس لأي تدبير وأي سياسة عمومية ندعو الحكومة إلى التعامل مع إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة غير مرهونة باعتبارات مالية ومحاسبة ينصرف إصلاح يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والعالمية شكرا للسيدة للسيدة الرئيسة شكرا للسيدة الرئيسة